كلنا بنحب الحاجات السريعة الخفيفة اللي غير مكلفة وكمان ما بتاخدش وقت النهاردة عامل معاكم الكيك في الحلة بدون فرن بدون حليب بدون سمن بدون زبدة كيك سفنجي وخفيف قوي قوي حقيقي ها طبق مبسوطة جدا احب الاول اقول لكم تابعوني على قناتي دي وقناتي التانية بنزل فيديو هنا وفيديو هناك الكيك بتاعنا هنستخدم الطفاح والقرفة يعني طعم جميل كيكة الموسم حقيقي الكيك سهل خفيف وكمان اقتصادي مش هنستخدم فيه زي ما قلنا ولا زبدة ولا سمنة وهنعملها على البدو جاز وهنعملها بالمية تعالوا بقى شوفوا قد ايه المقادير بسيطة هنستخدم الطفاح هنقطعه مكعبات يعني كلنا شو طرفي تقطيعي الطفاح بعد ما هنقطعه شريح بشكل ده ونشيل منه البذور يتأكد انك تشيل البذور انا ما قشرتش الطفاح لاني القشرة كانت ضعيفة فهمش محتاجي اني قشرتها وقطعته مربعات بالشكل ده تهنتي لحلق زبدة او زيت وتبر اللي يعجبك ونزلت بمكعبات الطفاح وعليه السكر وبسيط من الارفة هسيبلك المكونات جوه سندوي الوصف ما تقلقش الموضوع سهل قوي الطفاح انا قطعته مكعبات يقدر يتقطعيه باي طريقة نزلت بالسكر على الدقيقة بيكينج بودر باناليا زرة من الملح هنا الارفة هقلب الخاليط الجاف مع بعض مفيش اسهل من كده ولا اسرع من كده الكيك ونزلت بالزيت وهنزل هنا بالبيض هستخدم ثلاث بيضات تقدر تستخدمي اتنين وتزودي شوية من الزيت هتزودي معلقتين زيت مكان البيض وهنا هنزل بالماية وابتدي اقلب والام الخليط شفته لا خلاط ولا عجن ولا مدرك كله على ايديكو كمان في الحلة وبدون فورن وبدون حليب وبدون ثمن وبدون زبط يعني بوصوا الكيكة اقتصادية اقتصادية كمان فيها تفاح يعني ايه مليانة حديد وهقلبه بالشكل ده مش هيغض نصي دقيقة ان انا بس اخلط الخليط كله في بعضه وروح نزل على التفاح اللي انا خلطته بزرة من القرفة والسكر ما تزوديش السكر في التفاح وعمله كده اغبطه يعني نزله بيبقى اتأكد ان الخليط نزل في القاعة مع التفاح وغطى عليه والديل بتجاز على درجة الحرارة دي تحت المتوسطة بصوا بقى اسماقي خطابات التسوية بصوا عامل ازاي بيبقى لونه ابيض من فوق لانه مش في الفرن هي استويت على البخار لازم تتأكد انك قفلة الغطى بتاع الحل عشان تستوي لان البخار هو اللي هيسويها وتحطي فيها عوض بشكل ده لما يطلع نديف او ناشف تعرفي ان هي خلاص كده استويت بيتاخد حوالي 35 دقيقة لو انت عملتيها بالطريقة دي لو انت البتجاز بتاعت مش حطاب من نفس المانا عملها ممكن ياخد 40 دقيقة يعني لو حطيه اهدى من كده لكن لو حطي دي بالطريقة بتحتي هيبقى 35 دقيقة اول ما بتطلعي تطلع من البتجاز سيبيها حوالي دقيقتين تهدى ما تقلبهاش على طول سيبيها دقيقتين عشان ما يبقاش لازق من فوق التفاح عشان السكر اللي انت يهض فيه وتأكدي ما تعليش النار عليه عشان التفاح ما يلزقش في الحل وكمان يدهين الحل زيت او زبدة عشان ما يلزقش عشان لما تيجي تقلبها تهدي شكل حلوي كده تمام؟ مفيش اسهل من كده كيك وانا بعد ما استويت سيبتها رفعت الغطة من عليها يعني ربع غطة اسمائيا رفعت شوية كده عشان تطلعي البخار بتاعها وتبرد شوية عشان اقدر اقلبها ما سيبهاش لما تبرد قوي وما سيبها قوم اقلبهاش وهي السخنة قوي عشان طبقة التفاح اللي من تحت ما تطلعش في قاع الحلوبوسوسفينجي ازاي ما فيش اسهل من كده طعم القرفة مع التفاح طعم روعة 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 حاجة ما فيش اسهل ولا عفواني يا جماعة ما فيش مرة اعمل فيديو اللي لازم حد ينادي علي او يخبط الباب او يفتح الباب وافصل منكم بصوا بقى الكيك نرجع بقى نرجع للجميع نرجع لحاجة تفتح النفس يا الله ريحة القرفة بتقابلك طعم التفاح المكرم الخطير ما تزاوديش السكر في التفاح من تحت عشان ما يلزقش في قاع الحلة اتأكدي ان الحلة النار اللي طالع على البتوجاز عليها متوزع عليها كلها لو البتوجاز عندك صغير لازم تلف الحلات داير ما يدول عشان يطلع الكيك كله ويطلع ارتفاع واحد وكله يبقى مرتفع تمام اتأكدي كمان انك ما تفتحيش عليها الغطب تحق الا بعد عشرين دقيقة وتقفلي بسرعة بس عشان تتأكدي شكلها عامل ازاي من جوا بيطلع لونها من فوق ابيض لانها ما كانتش جوا الفرن تقدر اتخذ كل دوت وديها الفرن هتقعد حوالي 35 دقيقة على درجة حرارة 190 لو انت مش حابة انك تستخدم البتوجاز انجوي